يعني لسا مكملين مع حضراتكم أخبار الرياضة ومبرح طبعا كانت ليلة كروية مصرية عنوانها السوبر المصري ليلة جمعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على أستاذ هزاعة بن زايد في الإمارات وقدر فريق النادي الأهلي أنه يحصد البطولة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 وبالتأكيد المباراة كانت رائعة بين الفرقتين مباراة تعملت على جوانب فنية متعددة وجمل تكتكية محسوبة هنرى أحداثها بالتفصيل دلوقتي مع ضفنا في الستوديو المعلق الناقد الرياضي الأستاذ محمد عفيفي أهلا بك يا محمد صباح الخير صباح الخير بسنت هنم صباح الخير جمعان هنم صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا في بداية حقيقية للموسم المحلي سيخنى جدنا ما بين الأهلي والزمالك فيما هو وقت سيكون سخونة أكتر وأكتر كمان ده إحنا مخصوصين قوي بأنه دلوقتي بقى فيه منافسة حقيقية بين الأهلي والزمالك قادرين دلوقتي نشوف كرة حلوة في الملعب يمكن كان التوقعات مبارح أكتر شوية لصالح نادي الزمالك وكان فيه ثقة شوية للعيب نادي الزمالك في أرض الملعب شوفت مبارح المباراة كبيرة فاز من يستحق فاز بلغة الكرة اللي جعان للبطولات أكتر لأنه الأهلي خسرته للدورة في مورتين متتلئتين مع كأس مصر كمان أمام نادي الزمالك في مباراة واحدة كانت في وسط الموسم للكأس ما قبل الموسم الماضي لأنه كأس الموسم الماضي لسه مستمر والأهلي هيواجه الزمالك أيضا في الفترة اللي جاية لكن الأهلي تعثر تعثرات كتيرة جدا أمام نادي الزمالك في المواجهة المباشرة فيما بينهما والجمهور كان مستق من الأداء السلبي اللي كان للعابة نادي الأهلي اللي هما أصحاب أسماء كبيرة وبطولات حققوها بشكل كبير لكن الأهلي دايما بيحب البطولات لكن اللي كان أكثر صلابة زهنية على أرض الملعب اللي كان نازل من البداية فيه حالة من التركيز اللي كان محتاج للفوز واللقب هو كان النادي الأهلي وقدر أنه يحقق الفوز لأنه دفاعه وسط ملعبه قوي جدا ولذلك كان لديه إمكانية أنه يتحكم في الرتم أكتر وأكتر على الأرض ملعب حتى نادي الزمالك في وقت من الأوقات كان باسك الكرة ما عندهش حلول قليل الحيلة أنه يختارك دفاعات النادي الأهلي فالأهلي لعب بالطريقة اللي تكسبوا المباراة أو تكسبوا مباريات الكؤوس اللي هي مباراة 90 دي على تفاصيل صغيرة تخلص من خلالها الفوز واللقب والكاس واللهاب طيب يعني طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي وزي ما نحن نتكلم في الآخر نحن نتكلم على نتاج نحن نعني نتاج الأهلي فز بالمباراة صحيح بنسيجة 2-0 بس هاخد من كلامك وسألها كافية هل الخطة اللي استخدمها كولر وفكرة أنه هو الخطة الدفاعية أو أنه عنده دفاع قوي دي كافية؟ يعني هل دي المفروض أن دي الطريقة المفروض يعتمد عليها كولر بعد كده؟ والمفروض إيه اللي يحصل؟ مش هكرا عام لازم يكون عنده مرودة تكتكية لأنه فيه ناس كتير هتزعل مني من الكلام ده بس أنه الفوز 1-0 على أسوان 1-0 في الدورة في الأسبوع الثاني ومن قبلها في الأسبوع الأول على نادي إسماعيلي 1-0 عنده حلول هجومية آه يعني زي هدف الثاني بالنسبة للأهلي في مرمى الزمالك فكرة أنه مهارة طهر محمد طهر هي الحلة الأمور للبديل للنزل لا أردنا لنسجل الهدف الثاني في نادي الزمالك الفكرة في أنه آه عنده حلول من على البنش بيقدر أنه يجيبها عنده مهارة فنية بتقدر أنها تخلص أمور لكن لو قدام الوداد أو رجاء المغرب أنت هتفوز على ملعبك 1-0؟ وهو ده بقى السؤال هي دي فكرة بالضبط كده لازم يكون عنده أكتر إيجابية على مرمى الغريم لأنه أنت دفاع قوي جدا واحد عاد زي محمود متولي مدافع نادي إلاهلي بعد إصابات كتيرة ورباط صليبي غاب بشكل كبير لكن تقيل موجود يعرف يطلع كرة متقالة من الخلف الأمام مع محمد عبد المنعم اثنين سر دباكات أو قلبي دفاع بالنسبة للنادي إلاهلي تقال قوي مع نص ملعب حتى لما غاب أليو ديانج المالي وجود عمر سلاء محمد فتح الاتنين تقالوا خبرات وعارفين كويس قوي بيمشوا الأمور الدفاعية قبل الهجومية إزاي لكن في وقت من الأوقات النادي الأهلي كان مفصول هجوميا يعني شهاد حسين ما كانش بتوصل له أي كرة في بعض الأوقات ما بنتحسش أنه فيه كرة لها فعالية على الجانب بتاع نادي إزا مالك من الطرفين بتوع نادي الأهلي ده كله مع السكاونتينج اللي لازم تعامل على الفرق اللي جاية اللي تقيلة لو أنت بتفكر في أفريقيا نهاية تالت على التوالي أو أنت تتفكر في اللقب أو على النفس الطويل بالنسبة للدوري أن أنت تستعيد لقبك اللي الجمهور الأهلي مستني من لعبة النادي الأهلي تحديدا في هذا الموسم لو ما جابش أفريقيا مش مهم بس الدوري يرجع هم عندهم كده الأولوية يعني لا في عيوب عيوب فانية كتير أولي لأنه آه فاسفة الخمس مباريات اللي هو خدهم مارسيل كولر هذا السويسري الذي يقود لإدارة فانية النادي الأهلي ما نقدرش نحكم لا نقدر نحكم لأنه رجل عمل بصمة وخد وقت برضه يعني الخمس مباريات على فترات متبعدة لكن خد وقت شارك في أفريقيا وشارك في محلية وشارك في كاسو السوبر فاز أ نتيجة إيجابية ده كويس قوي لكن كمرونة تكتكية أنا مش عايز أبقاصي على مثلا جوزفالدو فريرا بس لجوزفالدو فريرا مثلا المباراة يخاف المباراة الوحيدة الخافية رغم أنه عنده مرونة تكتكية جبارة ما لعبنا دي الزمالك خافز إزاي إيه أخطاءه شفت إيه اللي حصل الزمالكوية مبارح كانوا متأكدين أن الكاس راجع الكاس مروح مع الزمالكوية فعايزين نعرف إيه اللي حصل يعني الغلطة هناك أتفين التشكيلة من البداية يعني هو ليه ما لعبش بسايد نمار مثلا من ناحية اليمين كان يبقى في جراءة هجومية أكبر هو إدى الفرصة لعمر جابر عمر جابر اتحول لناحية الشمال إكبارا لما كان هناك تغييره في الجهة اليسرى لما فتوح خرج بدعاء الإصابة طيب بشكل عام انت لعبت بالتلاتة الورق مش كل مرة لازم تلعب تلاتة أربعة تلاتة ومشتقات يعني في الطريقة دي مثلا زيزو بيبقى مفقود تماما عشان نبقى واقعين عامل زي محمد مجدي أفشا كده لما بلعب في طريقة أربعة تلاتة تلاتة مع الأهلي زيزو إمام عشور كانوا ممسكين تماما ما في المية آه قلنا قوة دفاع نادي الأهلي لكن انت فين حلولك اللي دائما بتبهرنا بيها لأنه دائما بقى فيه مرونة عنده بيغير من طريقة اللعب بيخليها أربعة تلاتة تلاتة ومشتقاتها فبيدي فرصة ليزيزو بحرية حركة ناحية الشمال شوية هو إمام عشور إمام عشور كان مجنع الراجل الوردي المغربي اللي جي على أرض الملعب مع نادي الزمالك في هذا الموسم مش لازم محترف يبقى أساسي وموجود ويلعب لأنه راجل أنا شايف أن المصريين الموجودين بما فيهم اللي طالعين من فريق الأمل الصغيرين الشباب يعني أفضل بكتير من الراجل المغربي اللي موجود زكريا الوردي يعني وتسبب في الخطأ مع التمرير هو الآن على أرض الملعب طب انت مش عارف حالة اللعبين ما قبل وضع تشكيل في مبارزة دي جمهرية كبيرة الراجل مخدود ولذلك مرر بالخطأ يعني برونو سافيو على سبيل المثال الراجل البرازيلي اللي موجود في النادل أهلي هو صفقة كويسا فيه في النادل أهلي حسن منه كتير عشان نبقى واقعين كنت أسألك عن موضوع ده الشيء بعد خبس وكبرايات كنت لسألك برونو سافيو تحديدا كصفقة هو كويس بس مش من نوعات البرازيليين زي مثلا الناس اللي عارفاهم هنا في مصر مثلا كينو اللي كان من ثلاث سنين مع بيرامدز كان ولد بيخلص يغير ويحير كده على الأرض الملعب ده كويس مسته أنه عنده قدرة على استغلال الفرص وميزة الفرق الكبيرة أنها استغلال الفرص زي الخطأ خد الكرة شمال على يمين وخلص الكرة في المرمى طبعا أخطأ عواد وعواد بالمناسبة أنا بس بروحه باجي مع اللعيبة لأنه كل حاجة لازم تتقال لشان دي تفاصيل في مثل هذه المباراة ليه عواد ما تاخدش منتخب مصر مع راجل مدير الفني السويسري البرتغالي روي فيتوريا مدير الفني المتخب الأول الناس قلت لها قالت دي أحسن حارس في مصر اللي بيعمل سكاوتنج في الكورة يعرف كواس قوي أن ليه أخطأ وهافوات تودي الكوارث قدام وبيطلع كتير قوي بيسرح كتير قوي وده ما ينفعش في كورت القادم ولذلك هتلاقوه في الحاجات الكبيرة قوي مش موجود ما زعلتش مني بس لازم يتزبط لازم يتزبط فيه فرق بيننا أنطقة حد لمصلحته أو نقطة بناء زي ما بنقول في الأول في الآخر عايزين يكون عندنا أفضل حارس مرمى ومش بس حارس حرة أو سمارمى عايزين في الآخر عايزين يكون عندنا أفضل لاعبين في الأول في الآخر يعني مش فكرة تكسير بالعكس يعني نحاول نشاور فين الحاجات اللي ممكن نصلحها 100% وده مثلا الفرق ما بينه ما بين الشناوي في اختبارات قليلة اللي كان كان حاضر وعارف بيعمل ايه في مكانه كحارس مرمى حتى في الكرات الصعبة زي ضربة ثابتة في نهاية شوت الأول بتاعت زيزو اللي تحطت على أمينه بإيد واحدة قدر أنه يعمل التراي بشكل حلو قوي لأنه مثل هذه المباراة مباراة الحراس في كتير من الأوقات فالشناوي كان لها عواد بالعكس ما كانش في الموعد في كتير من الكرات تحديد أن الهدف الأول لأنه كان غلطته مع غلطة الدفاع طيب جوزفالدو بريرا ليه ما نزلتش زيناري مصافة زيناري اهو صفقة وموجود على البنش على لكة البودلاء ومدافع تقيل قوي يعوض البنش في غيابه لأ طيب ليه قد تكون الحالة احنا ما نعرفهاش بس اللي جاي لنا من تقارير موجودة من الجهاز الفني إنه لأ اللعب في أفضل جهازية والدفع بعمر سيسي على سبيل المثال والدفع بعض اللعبين اللي هما من البداية أصلا زي زكريا الوردي ما تأقلمش أو في مثل هذه المباراة لا مش صح وممكن كنت تتلعب بتشكيلها كلاسيكية تماما بس يكون فيها جراءة هجومية أكتر تحديدا من على الطرفين ومش لازم تلاتة علشان ما يدخلش فيك أهداف من الأول دي مباراة ما يدخلش فيك أهداف بس الأهل يلعب بالأربعة في الخلف وقدر أنه يتحكم في رتم المباراة على الرجل المباراة إزاي الأهل يقدر أنه يوقف زيزو يعني بالذات كمان أنه فيه أكرم توفيق هل فريرا أخطأ أنه زيزو كان موجود على الشمال يعني شرحه أكتر زيزو في الطريقة وإحنا قلنا من البداية أن الطريقة بتاعة 3-4-3-9 ساعات كتير أو حين كتير بتحجم زيزو أصلا زيزو حريته في المساحات اللي بتكون موجودة الأهل أصلا دايق المساحات فما دالوش المساحة اللي هو يتحرك فيها بالشكل اللي خليه متحرر يفتح زوايا للتزديد أو أن هو يمرر بشكل مميز لما جنح خلاص فقط قدرته مع طبعا تقلق أكرم توفيق أكرم توفيق منذ عودته من الإصابة وهو وكأنه بيلعب أصلا في إنادي الأهل فكرة أنه الروح فيما بين العابين نادي الأهلي بتفرق بشكل أو باخر لما يكونوا مركزين لما بيكونوا عايزين يوصلوا لهم عايزينه دون يعني في بعض اللاعبين في بعض الأحيان بتتهاون وده شيء واضح وفي بعض اللاعبين بيكون تعبانة حقيقية حقيقة يعني وده ده حصل في نهاية الموسم الماضي بتراكم المواسم ومشاركتهم مع المتخبن الوطني الأول وإفريقيا في ثلاث موسم متتالية فما كانش فيه أنهم يلحقوا أنهم يرتاحوا بشكل عام النادي الأهلي أعرف أنه يحجم خطورة زيزو خطورة إمام عشور حتى في التسديد كان كله بيقابل من بدري من أول ما توصل الكرة داخل نص ملعب أو قلب نص ملعب النادي الأهلي بيكون في مقابلة بيكون في مزحمة بدنية بزكاء بمعلامة زي ما بيقوله في علامة قرط القدم أنه مرتكبش أخطاءه في نفس الوقت أنا مش هديك مساحة أنت تسايد تسدد أو تفتح زوايا على مين على الشمال تعمل ستريتش الملعب فانت المساحة اللي أنا مدايقها دي تقبرها فتخليني أنا بقى فيه خلخلة في الدفاعات تخلق ثغرات فيما بين السرد بكات فأي عرضية يبقى فيها خطورة وحتى في الشوت الثاني جوزبالدو فريرا أنت نزلت شكبالا شكبالا من أفضل لعبين المهارين لما بينزل في شوت ثاني بيدي روح مع الجمهور مع اللعيبة إحنا عايزين نعمل حاجة أنت حطته شمال ليه؟ ده سؤال غريب يعني هو حرق عشر دقيق كده على الأرض الملعب من الربع ساعة لخادة تقريبا ما بيعملش حاجة أنت حطته يمين زي صلاح زي محمد صلاح كده في ليفربول منتخبنا الوطني يقطم على جوه ويسدد وعملها في الأهلي 3-4 مرات واكتر كمان باللي جاء واللي مجاش حتى مباراة عدل 2-2 في الدول ما قبل الكاس فأنت حطته ناحية الشمال حرقت وقت كبير جدا بدون أن تستغل شيكابال أول ما ترحل ناحية نمين بدأ يبقى ليه الخطورة لأنه بدأ يتحرر بمهارته الفردية ففي بعض القرارات على الأرض الملعب النسبة لجوزوالدو فريرا كانت غريبة وعجيبة وفيها تعالي نسبيا مش عاز أقول كده بس هو تعالي نسبيا في بعض الأوقات لأنه حتى تصرحاته ما بعد المباراة هو طبعا بيقلل من حدة الهزيمة لأنه عايز لعبته وتكمل بالتركيز مع بداية موسم لسه طويل في الدوري لكن لا هو قراراته كانت خطئة بشكل كبير جدا اتأثر بشكل أو بآخر خاف من الهزيمة بشكل أو بآخر فهزم واللي خاف صحيح يمكن فريرا يعني عفيه فريرا أحيانا بيكون ليه تحركات ممكن الجمهور ما بيبقاش مستوعبها قوي أو فهمه يعني ليه أحيانا بيكون عنده قرارات مفاجأة صحيح بيحللها أو بيفندها بيحاول يشرحها لكن المؤتمر الصحفي زي ما أنت قلت ممكن هو حاول يشرح أكتر أو يخفف أثر الصدمة على الجمهور أكتر من أنه يشرح سبب قراراته إيه ده مية في المية لأنه سايكولوجيا نريد أن نتعامل مع العيبة هم مش فكرة الجمهور أكتر ما فكرة أنه أنا مش عز أوقع لعيبتي لأنه لعيبة الزمالك لما تسقط في هذه المباراة أو تخسر بطولها يعني ما شاء الله طبعا أنت ساراته المتتالية ممكن زي ما أنت قلت يكون فيه تعالي إلى حد ما فممكن نكون ديب بمثابة صحة حقيقة يعني ناس كثيرة من المحللين قالوا أنه مباراة كان على الملعب لا فيه ثقة زيادة فيه ثقة زيدة من العيد مية في المية بس لما يحقق اتنين دوري واحد كاس سايكولوجيا تلعب المصري يبدأش الزمالكاوي لا ما يخسر بطولها زي دي ممكن بيقول لك لأنه رايح شوي وده بيحصل للأسف ولذلك هو عايز يحفزهم يكمل لأنه على طول يوم الخميسة الجاي الأهل هي لعب وزمالك هي لعب الدوري فما فيش وقت أنه يبقى فيه تراخي ذهنيا وبالتبعية الأداء الفني بيكون على الأرض ملعب مش كويس هو عايز يمسك اللعبة علشان تقدر أنها تأدي زي ما هو عايز المباراة اللي جاي مباشرة لأنها كلها مباراة صعبة مش مدرب ضعيف ولا نقدر نقول بعد الإنجازات اللي عملها في السنة الأخيرة تحديدا دوري وكاس أنه لا أنه بقى وحش من المباراة واحدة لا الراجل كويس جدا وعند مرونة تكتكية ويقدر أن هو يزبط لعبته بحيث أنها متت على الشهر على الأرض الملعب ولازم يكون عند مرونة تكتكية في المباراة الكبيرة لأنه جمهور الزمالك عكس جمهور الآخر اللي أعايز الدوري أولا الأولوية ومعاك أفريقيا طمع وطمع مشروع جمهور الزمالك يقولك أفريقيا مش مهم خلاص أن أخذت الدوري مرة 2 متتلقيتين يديد مرة الخمسة اللي عملها في تاريخه لكن أفريقيا بالنسبة له منذ عام 2002 محقاش اللقب سأكون في درالية 2018 أتذكر ولكن لا بالنسبة له دوري أبطال أفريقيا بالنسبة له هي الأساس في هذا الموسم بهذا الشكل أمام الفرق الكبيرة لأنه أنت تسقط مش حلو لأنه الزمالك في المباراة نوك آوت أو خروج المغلوب شوية مش كويس يعني في النفس طويل أممكن يردي لأنه خسر من الأهلي بالخمسة في الموسم الماضي وتعادل وكسب الدوري في الأخير استغلال الأخطاء على المدى الطويل لكن في المباراة الصغيرة بس أثناء الكاس لأنه كاس كان الأهلي طبيعي مش في حالته لها مباراة 2 واحد الأخيرة لا فيه مشاكل في مباراة خروج المغلوب وممكن يبقى فيه مشكلة أو كارسة تانية على جمهور الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد الخروج من دور المجموعات أو حتى داخل دور المجموعات طيب يعني هل نقدر نقول كده أن كولر قدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي يعني يقدر خلاص نقدر نقول عليه هيكمل بطريقة كويسة الفترة الجاية خاصة أنه هو فاهم في الحقيقة سيكولوجية اللعيب والجمهور يعني حتى لما كان طمر الصحفي قبل المباراة كان بيكلم أنه هو مستوعب حجم نادي الزمالك فكان بيكلم عليه بطريقة أجابية جدا فشايف ايه هو مدرب زكي تعايش في الأجواء على طول وده من زكاء المدربين الأجانب لأنه مش كل مدربين الأجانب بيتعايشوا زي مثلا سوارش اللي كان قبله ما تعايش وفرحة فوز أولين تقريبا عفوشار بالأربعة دوري المصري ماشي ازاي المنظومة كلها ماشي ازاي الرجل ده زكي من أول ماجي بيزاكر في الكورة وبيزاكر في كل حاجة محيطة بالنادي الأهلي بتأثر عليه بالسلب أو بالإجاب آه قدم أوراء اعتماده مية في المية جمهور الأهلي بيتعامل في بعض لحام بالبطولة حتى ولو صغير اللقب سوبر لكن كان محتاج ها دلوقت جمهور النادي الأهلي ولذلك هو لعبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي من أكبر رأس النادي الأهلي لواحد موجود فالفوز بالبطولة دي عمل حالة مختلفة في النادي الأهلي إنه الأهلي قادر على إنه يبقى موجود بالشكل المطلوب المرغوب فيه بالنسبة لجمهوره للمنافس على باقي الموسيق لكن هي بداية لكن خد ثقاء طبعا ثقاء وثقل شكل كبير جدا ما بعد هذا اللقب طيب لو هنتكلم عن تغييرات كولر كمان يا عفيف يعني لو هتكلم بداية من تغيير أفشا شريف كريم فؤاد شايف التغييرات إزاي سؤالي كمان تاني ليه فريرا ما يعني أكيد هو في يعني بداية المباراة على الأقل شرط الأول ترجم الخطة التفتيكية لكولر ليه ما حاولش يتعامل معه ما عندهش حلول مع الدفاعنا هابتدي بالنصة تانية سؤال لأنه دفاعنا للأهلي وسط ملعبه تقيل قوي تقيل بصرامة يعني فمش قادر إن هو يتعامل معه إنه يغير فكرة إنه فتوح ما بقاش موجود دي عملت له هزة من الشرط الأول يعني في حاجة حصلت غلط على الأرض ملعبهما عندهش بديل في الجهة اليسرى يشيله ولذلك حط على طول الراجل عمر جابر اللي راجع لي نادي الزمالك في الجهة اليسرى وبرضه مش إحساس المكان في ظل إنه فتوح متقلق في الفترة الأخيرة وإن كان حتى مش في حالته لكن يبقى لعب مؤثر ومهم حتى التغييرات اللي عملها تغييرات محروق قوي لأنه لو أنا عملت سكاوتنج على نات الزمالك عارف مع التغييرات دي إيه اللي هيحصل على الأرض الملعب فلازم يكون عنده برونة تكتكية بشكل أكبر لأنه مش كل الفرق زي فرق الدوري ومش كل الفرق النادي الأهلي تعرف تترجم دفاعيا أنا عارفها قبلك إزاي علشان أحجمك بالنسبة للتغييرات بتاعة كولر كريم فؤاد بديل استراتيجي وخد الثقة من بعد الهدف اللي صنعوا فيه مباراة لإسماعيل فبقى عارف كواس أوي بيتحرك إزاي هجوميا مش كظاهير أيمن وتوظيفه بهذا الشكل مع الكلام من الرجل الأجنابي مارسل كولر اداله ثقة بشكل كبير فالراجل بينزل عايز يأكل النجيلة عشان يبقى وقعين وده اللي خلاه يتحرك التحرك المهاري قوي فيخلص الهدف الثاني قتل المباراة فده كويس قوي أفشا شريف ما ينفعوش بودلة عشان يبقى وقعين وبذات محمد مجدي أفشا نزله بديل يبقى كإنك ما نزلتوش وبيبقى لعيب عادي جدا على الأرض يعني أبو ده قلناه من أكتر من مرة حتى لو طارقت اللعبة 4-2-3-1 اللي هي بتخدم على ظهور محمد مجدي أفشا قلعب عشرة بيقدر يعمل حرقية هجومية اللي النادي الأهلي لو بديل بيبقى مفصول تماما زي وزي محمد شريف محمد شريف بعد هدف الدوري الموسمة قبل الماضي أنا عايزة عايزة بقى موجود ما بقاش موجود حسن مكانه مهزوز والراجل ما بيلعبش بيلعب بشادي سرايكر أو بيلعب بشادي حسين دلوقتي الراجل الصفقة الجديدة مش بمهاجم حتى ما بيحطه مهاجم صريح مش هو شادي حسين المفروض يشيل هجوم من نادي الأهلي والنادي الأهلي محتاج مهاجم صريح تقيل نكلم عن برونو سافي وجناح حتى شادي حسين لما كان في سراميكا كان جناح برضو فبشكل عام هو يتمنى أنه يكون موجود وشريف أصلا في بدايته كان جناح بس هو اتطور هجوميا لما كان مع حلمه طولان في أمبي لما كان معارب من النادي الأهلي شريف محتاج أنه يلعب بشكل أساسي علشان يطلع محمد شريف الحقيقي ومحمد مجدي أفشا لازم يلعب بشكل أساسي كان يمكن أن تغير المباراة بشكل أو بآخر لعب نادي الأهلي بشكل عام وفقا للنتيجة كريم فؤاد حتى لو بديل بس أديله كريد كبير قوي طهر محمد طهر بمهارته الفردية حل من الحلول الكبيرة أنا في الآخر خالص أدي لمحمد عبد المنهم كان يجع في دماتش أوكي الحضور الجماهيري شايفه إزاي كان فيه جمهور مصري كان متواجد بشكل كبير أنا بتكلم دائما عن كل جمهور مصر ممكن علاقة المباراة كانت شهيرة في فترة أخيرة مباراة هاند بولد فيما بين الأهلي وبين فيه كان البرتغالي في كاس عالم الأندية وكنت مبسوط أولا حتى بعلها للتلفزيون لأنه كنت بقيت جمهور مصر وليس جمهور النادي الأهلي لكن كان في الدمام في المباراة العربية السعادية نفس الكلام هو جمهور مصر والروح الرياضي دي سوبر الروح الرياضي والروح الرياضي الأجمل اللي كانت فيما بين شيكابالا كابت النادي الزمالك وسيد أبد الحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي وسامي أمصان المدرب العام في النادي الأهلي الروح بوجود طبعا مؤمن زكريا والتكريم اللي كان موجود ما بعد المباراة دي الروح اللي احنا عايزنا أكيد أكيد دي ممكن أحلى الحاجات اللي شفناها في نهاية المباراة يعني وجود مؤمن زكريا وطبعا شيكابالا بيصحابه داخل الساد يعني عفيفي منبسط دايما بوجودك معنا وتعليقك دايما على ما يحدث في يمكن الدوري المصري والكورة العالمية عمتا كل شكر لك عفيفي على وجودك معنا وألف مبروك للنادي الأهلي أكيد